موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث في هذه الحلقة سنصلت الضوء على معاناة الطلاب اليمنيين في الخارج عام وأكثر منذ أن قطعت الميليشيا مستحقات الطلاب اليمنيين في الخارج لتبدأ على إثرها رحلة من المعاناة لشريحة يفترض أن تحظى بكل الرعاية والاهتمام كونها من يعلق عليها الأمل في المستقبل لكن المستقبل لا وجود له في نظرة الميليشيا لذلك سخرت كل موارد البلاد لصالح المجهود الحربي وامتنعت عن دفع مستحقات الطلاب الحكومة الشرعية أيضا هي لم تقم بما يلزم واكتفت بالوعود والمماطلة في أحيان كثيرة وهو الأمر الذي ساعد في مضاعفة معاناة الطلاب الذين أصبح البعض منهم عاجزا عن دفع إيجار سكنه كما هو حال المبتعثين في المغرب الذين لجأوا إلى مبنى السفارة للإيواء والاعتصام نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين المعاناة المستمرة للطلاب اليمنيين في الخارج وأين هو دور الحكومة الشرعية أمام معاناة الطلاب ولماذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم حتى الآن مشاهدين قبل النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود الطلاب اليمنيون في الخارج من رهان للمستقبل إلى قضية معاناة هكذا أصبح حال هؤلاء الذين ضاقت بهم بلدان الابتعاث بعد أن أضحوا عاجزين عن دفع أعباء حياتهم وتكاليف الدراسة هنا مجموعة من الطلاب اليمنيين في المغرب الذين لجأوا إلى مبنى السفارة للإيواء بعد أن أصبحوا عاجزين عن دفع إيجار مساكنهم هذا الحال يشبه حال بقية اليمنيين في بلدان العالم الذين توقفت مستحقاتهم منذ أمد فالميليشيا التي سخرت كل موارد البلاد لصالح مجهودها الحربي امتنعت عن دفع نفقات الطلاب وهذا جزء من تعاملها الظلامي مع اليمنيين وقد أصبح معروفا لكن الأمر يصبح مخزيا ومزريا من تعامل السلطات الشرعية التي لم تقدم سوى الوعود والمماطلة والجزء اليسير من المستحقات المتأخرة في بعض الدول الابتعاث لتترك للبقية الأمل الطويل في الفرج والمعاناة المستدامة في الواقع طوال الأشهر الماضية تعالت أصوات الطلاب وبحة حناجرهم وتحولت أنشطتهم من الدراسة والتعليم إلى التظاهر والاعتصام ترافق ذلك مع حملات أطلقها ناشطون ومثقفون تطالب بضرورة دفع مستحقات الطلاب ومع ذلك لم تقم الحكومة الشرعية بالدور المطلوب منها على أكمل وجه إذ ما زال أنين المبتعثين يسمع من كل صوب إذن مشاهدين نبدأ النقاش وأرحب بأول ضيوفي سينضم إلينا من المغرب الأساذ هلال الجمرة طالب ماجسير هناك سيد هلال مرحبا بك مرحبا أخي العزيز شكرا جزيلا لقناة بلقيس على تعاونها وعلى مساندتها لنا في هذا الاعتصال أهلا بكم هذا ليس أقل من واجب سيد هلال نبدأ معك حدثنا عن وضعكم أنتم الطلاب في المغرب حاليا نحن في المغرب هذا اليوم السادس على التوالي ونحن مقيمون في السفارة اليمنية معتصمون هنا بعد طبعا سلسلة من الاحتجاجات التي سبقت هذا الاعتصام وبعد سلسلة من الوعود وبعد أن لاحظنا عدم اهتمام السلطات المعنية وأيضا اللجنة المكلفة من رئيس الجمهورية بإنهاء معاناة الطلاب ونحن الآن يعني اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية هي كانت في 26 من شهر 11 بعد شهرين من الاحتجاجات والمطالبات يعني الآن وضع الطلاب محرج جدا لم يعد الطلاب باستطاعتهم لدفع إيجارات السكان للعودة حتى إلى منازلهم نعم الجانب الرسمي في السفارة لديكم في المغرب ماذا يقولون لكم يعني عن رد الجانب الحكومي حول تأخر صرف المستحقات الجانب الرسمي والسفارة والداخل كل همهم هو إنهاء الاعتصام لا إنهاء المعاناة وهذه مشكلة كبيرة لأنه بدل البحث عن معالجات لمشاكل الطلاب هم كل يوم يحقنوننا بجرعات من المهدئات مثل المهدئات وهم لا يصنعون معالجات جادة وهذا مؤسف جدا نعم ولكن لو عدنا إلى أساس المشكلة من متى تم إيقاف صرف المستحقات عنكم يعني هل لك أن تذكر لنا بدقة هناك ثلاثة أوضاع للطلاب هناك ثلاثة أوضاع للطلاب يعني جزء من الطلاب صار لهم الآن سنة ونصف لم يستلموا أي مستحقات وهناك طلاب الآن صار لهم ستة أشهر سبعة أشهر لم يستلموا مستحقات ما سبب هذه الفوارق؟ عفوا سيد هلال أنت وضعتنا في فوارق أن هناك طلاب يستلمون منذ فترة قريبة وطلاب منذ سنة ونصف يعني ما سبب في هذه الفوارق؟ بالنسبة للطلاب الذين لم يستلموا من سنة ونصف هم طلاب التبادل الساقاتي الذين أوفدوا في العام الماضي ولم يستلموا منذ أن وصلوا إلى المغرب نعم بالنسبة للطلاب الآخرين فهم طلاب مستحقاتهم وكانوا يستلموا مستحقاتهم حتى قبل ستة أشهر والآن لا يوجد جديد تخيل أنت وضعنا الآن هذا الشهر السابع لنا ولا توجد أي مستحقات يعني الآن لم نعود يعني نعرف أين نذهب عندما لجأنا للسفارة لجأنا لها أكثر من مرة طالبنا احتجينا يعني كانت تصلنا وعود أنه وبعد أن يعني كلف رئيس الجمهورية وشكل اللجنة لحل معالجة الطلاب قالوا لنا سيكون الحل قريبا ربما لم تتجاوز أسبوعين انتظرنا أسبوعين انتظرنا ثلاثة أسابيع انتظرنا أربعة أسابيع انتظرنا خمسة أسابيع ستة أسابيع إلى الآن لم تصلنا أي ملامح لوجود أو مؤشرة لوجود حل نعم إذن سأكمل معك سيد هلال دعني أشرك معنا بالحديث الآن سينضم لنا من باكستان معاذ الصوفي طالب ماجسير هناك سيد معاذ مرحبا بك أهلا وسهلا أهلا وسهلا بكم وإشارة المشاهدين والضيوف بالكلام أهلا بك سيد معاذ يعني في البداية لو تضع لنا الصورة الكاملة لوضع الطلاب في باكستان طلاب اليمنيين أولا نشكر قناة بنقيص على اجتمرارها على اجتمرارها بنقل معاناة الطلاب ويصال صواتهم إلى الرأي العام بالنسبة للوضع الطلاب في باكستان وضع صعب للغاية باكستان بلد كما تعرف اقتصادها ضعيف ولا توجد فرص عمل لأن الطالب يحصل على أي فرص عمل يعني إذا يعطي من وقته الدراسي والقامعي إلى العمل لا توجد فرصة هناك الكثير من الطلاب طلاب ما قسروا مع حائلاتهم أبنائهم في المدارس توقفت أبنائهم عن الذهاب إلى المدارس بسبب الطلاب يعانون الآن على أبواب الاختبارات بعد سبعة أشهر من قطاع المنح حيث في أيام الاختبارات هم بلا مصاريف بلا مواصلات للجامعات وضع صعب للغاية في ظل أن السفارة لا تقدم أي حلول للطلاب إذا أراد طالب سلفة إذا أراد طالب ابنتو تفصل من المدرسة يريد أي معاونة من السفارة السفارة لا تقدم أي دعم كامل جانب توقفت أبوابها في وجوه الطلاب نعم ولكن ماذا ترد عليكم السفارة هل هناك وعود تقدم من قبل الحكومة الشرعية بأنه هناك موعد محدد للصرف أم ماذا سفارة السفارة الأمر ليس بيد بالنسبة للصرف المستحقات بالكامل تم تشكيل في الأمر لقنة من قبل فخامة رئيسة الجمهورية بهذا الخصوص لصرف الطلاب لكن هذه اللقنة على ما يبدو حتى الآن أنها لا تعرف أين تقف تتصرف بطريقة وطريقة انتقائية بدأوا الفرف في الدول التي كانت فيها العصامات ماليزيا، روسيا، مصر بقية الدول لم يتم أي متحقات أو أي وعود حتى الآن أنت لو اليوم تم نشر مذكرة من وزارة الخارجية ورسلت إلى السفارة بالرباط والسفارة بالسودان لتوقيف الاعتصام وإعطاهم فرصة عشر أيام يعني وزارة الخارجية تريد عشر أيام بعدما الطالب انتظر سنة بعد انتظر سنة الطلاب منه أيضا يعني حتى الآن لا يقدر لديها حل الطلاب وإنما يعطونا مهلة أخرى يعني هذا التساهل وهذا التلاعب يعني أنه الطلاب يعانوا من المشكلة حقيقية واللقنة يعني التحركات التي تقوم بها اللقنة لا ترقى إلى مستوى القضية الطلاب يعانون الآن اختبارات الطلاب يصلوا اليوم طلاب أربعة طلاب من الصين مهددين بأنهم سيصلوا من الجامعة يوم غد إذا لم إذا لم يسدد الرسوم ونشرنا على صفحة اللقنة التنسيق إلى طلاب اليمن في الخارج هذه المناشدة إلى السفارة وإلى وزارات الخارجية ولكن لا جديد باكستان الصين الهند يعني كثير من الدول أكثر من 35 دولة لم يصرف الهائلة حتى الآن نعم ولكن معاد هناك تصريحات للجانب الحكومي بأن المستحقات الطلاب قد تم اعتمادها لكل الدول برأيك لماذا لم يتم صرف المستحقات من الجهة المسؤولة حتى الآن في عدم إيصال مستحقاتكم الجهة المسؤولة حتى الآن هي وزارة التعليم العالي هي وزارة التعليم العالي واللقنة المقلقة المقبلة في خامة رئيسة الجمهورية يعني أنهم يعملوا فقط في القانب الإعلامي يعني يقول نحن نحولنا نشرت اللقنة التنسيقية يعني نخفت فيه كل الوعود التي ذكرت من اللقنة التنسيقية على ما تفعل كل يوم بالتاريخ نص الوعود مقرد وعود لا توجد تحويلات تواصلنا مع السفارة السفارة تقول لم تصلنا أي مبالغ مالية نعم مذكرة اليوم مذكرة اليوم التي أرسلت من وزارة الخارجية إلى بطلب مهلة لمدة عشر أيام تثبت أنه لم يتم تحويل أي مبالغ حتى الآن سواء للأربع الدول التي صرتها مسبقا نعم إذن دعنا ابقى معي سيد معاد أعود لضيفي الآخر سيد هلال الجمر سيد هلال يعني لماذا لو وضعنا عليك هذا السؤال لماذا توقفت صرف مستحقات الطلاب ما هي الأسباب من الطرف المسؤول وراء إيقاف صرف المستحقات حتى اللحظة مع وجود تصريحات من الحكومة بأنه قد تم اعتماد يعني مستحقات الطلاب إلى جميع الدول شكرا أستاذ أقول لك أنه أمامنا الجهة المسؤولة هي الدولة الدولة ممثلة بوزارة الخارجية وممثلة بوزارة التعليم العالي والجامعات لأنه حتى الآن يعني حتى الحديث عن معالجة الطلاب يتم الحديث فقط عن معالجة الطلاب مثلا التعليم العالي وهناك طلاب مبتعتين من الجامعات وهناك طلاب مبتعتين من التعليم الفني وهناك طلاب مبتعثين من القضاء وأيضا هنا مشكلة كبيرة اليوم وصلتنا مثلا رسالة من وزارة الخارجية بعد الضغط والاعتصام لمدة ستة أيام في الدول التي فيها اعتصامات يقولون أنه انهاء الاعتصام على أن يعطونا مهلة لمدة عشر أيام لتحويل المستحقات وهذا ليس صحيح لو كان في جدية في معالجة الموضوع كان يعني أرسل لنا فقط إشعار لتحويل المستحقات لو توصلنا بالإشعار هذا لتحويل المستحقات يعني لا فضينا الاعتصام في الحال يعني نحن حتى لو فضينا الاعتصام ومع أنه هنا زملاء لا يستطيعون حتى أن يذهبوا إلى مساكنهم بسبب مطالبة المؤجرين لهم بمستحقات وهناك طلاب أيضا لا يستطيع أطفالهم أن يذهبوا للمدارس هناك طلاب توقفوا عن الذهاب إلى الجامعات هناك طلاب الآن على وشك الامتحان يعني الآن هناك طلاب يمتحي في لحظة امتحانات وهم يعني في مشاكل يعني لا تنتهي من التزامات للطلاب من التزامات المصاريف اليومية من التزامات السكان من التزامات الإيجارات وسهل النجل نعم ولكن في ظل الشكاوى الحاصلة حاليا في أكثر من دولة للطلاب اليمنيين حول عدم تسلم المستحقات حتى اللحظة هل هذا نستطيع نقول أنه يندر بعودة الاحتجاجات مجددا وأيضا للتصعيد من جديد أخي العزيز حتى الآن مثلا هم يقولون أنهم عالجوا مشكلة في ماليزيا عالجوا المشكلة في روسيا لكن المشكلة طائمة لماذا؟ لأنهم الآن يتحدثون عن مشكلة ربع واحد وهو الربع الرابع من عام 2016 الآن إحنا في بداية الربع الثاني عندما الآن لو حلة المشكلة فهم يتحدثون فقط عن الربع الرابع من العام 2016 لكن الآن إحنا نطالب بربعين الربع الرابع من عام 2016 والربع الأول من عام 2017 لأنه يفترض أن نتسلم الربع الأول من عام 2017 الآن يعني الآن لنا مستحقات سبعة أشهر هم لا يقدرون هذا الآن مثلا في ماليزيا يقولون أنهم أنهوا المشكلة لكنهم لم ينوا المشكلة الآن ما صرف في ماليزيا هي مستحقات سابقة جدا الآن هم بدأوا يطالبوا بمستحقات جديدة أيضا هناك مشاكل أخرى يعني لم تحل مشكلة طلاب التبادل التقافي للعام المنصرم يعني المبتعاتين للعام الفائت 2016 2015 2016 وهذه تظل مشاكل قائمة لأنه لا يوجد حل جذري للموضوع الموضوع لا يحتاج كل هذا التخبط كل هذا التجاهل وعدم الاهتمام والتأخير نعم سيد هلال سيد هلال قبل أن أختم معك رسالة تود إيصالها للجهات المعنية نود إيصال للجهات المعنية نحن نريد أن نظهر اليمن بشكل راقي جدا ولهذا جئنا إلى سفارتنا للإعتصام بشكل سلمي وبشكل مدني وبشكل مهدب وراقي لا نريد أن نظهر بشكل لا يبيض وجه اليمنيين لا نريد أن يذهب بزملائنا وأصدقائنا إلى السؤال أو الطلب أو الشحتة أو الإهانة نريد أن يحفظ لنا ما وجهنا أمام العالم نريد أن يحفظ لنا ما وجهنا أمام الدول المستضيفة نعم نتمنى أن يكون قد استمعوا لرسالتك وصوتك أشكرك جزيلا هلال الجمرة طالب ماجستير كنت معنا عبر الهاتف من المغرب أعود لضيفي الآخر من باكستان معاذ الصوفي سيد معاذ كيف سيؤثر هذا الأمر على التحصيل العلمي بالنسبة للطلاب حاليا اليوم لا توجد مستحقات هل الطلاب مازالوا يعني يواضبون على الالتزام بدوامهم في الجامعات أم أن تأثير الأمر المادي أوقفهم عن الاستمرار بالطبع بالطبع الأمر المادي سبب كثير من المشكلات كثير من الطلاب ربما الكثير من الطلاب سيتأخرون فاصل درافي أو صفلين بسبب هذه الضروط يعني كما ذكرت الأخ هلال بعض الجامرة في المغرب نفسه نفس القضية نعاني منها في باكستان وليل التعاف قضية الإيجارات قضية السكن قضية المواصلات إلى الجامعة قضية المصاري في أيام الاختبارات النواة الكتب المذاكرة كل هذه الأمور متطلبات يعني تشكل عاد كبير بالنسبة للطلاب أنه يكون مستعد أو جاهز إلى الدخول في الاختبار طبعا طفلنا قصص يعني لا لا استطيع أنه أن تنشر على الحال لكن هناك يعني الطلاب يعانوا بشكل حقيقي والجهات المسؤولة يعني لا تعير هذه القضية ما يكد يعني كما ينبغي أن تعالجها وإنما تبحث عن مراوغات يعني ما نشعر به كأنه مراهضة نعم طيب على أثر هذا الواقع يعني هل سنسهد عودة يعني عودة للاحتجاجات مجددا وبزخم كبير كما كانت عليه قبل قبل أن يعني تأتي الوعود من الحكومة و يعني الصرف لبعض الدول بالطبع بالطبع نحن في اللجنة التنسيقية للطلاب اليمن في الخارج أصدرنا بيان بالأمس الفعاليات والاعتصامات في الدول التي لم تستلم الآن و منها كثير من الدول منها المغرب السوداء في اعتصام اليوم باكستان سيكون هناك اعتصام في يوم الثلاثاء طلاب الاتحادات في جميع الدول تركيا أيضا ربما سيكون هناك اعتصام يوم الجمعة القادم في هذا الأسبوع نحن في اللجنة التنسيقية نحاول أن نسخ وندعم هذه الفعاليات بكي تكون بشكل موحد وتلفت أنظار انتباه الجهات المعنية بحجم المشكلة لأنهم ربما يتعاملوا مع القانب العلامي فقط سورك في ماليزيا وسورك في ألمانيا وسورك في روسيا البلدان التي كانت فيها تقام وهذا بالتأكيد عايد في حق الحكومة أنها تتعامل فقط مع القانب العلامي في بعض الدول الطلاب لا يستطيعون الذهاب إلى الاعتصام مثلا باكستان مدن مترانية الأطراف تحتاج مسافة كبيرة وكبيرا تحتاج كثيرا أن تسافر إلى السفارة لتقييم اعتصال يعني أنه يتم تقاه الفاكستان فقط أو المغرب أو أي دولة أخرى أنها لم تعطف بتأخير المستحقات يعني هذا شيء لأول مرة يأصل في تاريخ اللقانة المجتلة وفي تاريخ الوزارة في العالم نعم سيد معد قبل أن أختم معك فقط رسالة تود توجيهها للجانب الحكومي طبعا نقول نوجه رسالتنا إلى الجانب الحكومي والتي سبق أن نوجهناها مرارا وتكرارا من خلال هذا المنبر في قناة كل اليمنيين أنه يعليهم الإسراع وإيجاد علول عاقلة فرقة إلى حجم المشكلة أنه بقاء الطلاب هكذا أمام العالم في كل مكان يتظاهرون هذا يأثر بالسلب على تمعة اليمن على تمعة الزارة الخارجية على تمعة دبلوماسية اليمنية على يعني مستوى الحلول التي تضحها الحكومة يعني حكومة لا تستطيع أن تحل المشكلة خلال سبع أشهر يعني كيف كيف يتوقع منها العالم إدارة بلد يعني بفرحة يعني الأمر مخيب للآمال بشكل كثير ونتمنى أن تحل هذه المشكلات خلال هذا الأسبوع خلال السبع القادم بشكل أكبر نتمنى أن تصلهم رسالتك سيد معاذ صوفي كنت معنا عبر الهاتف من باكستان شكرا جزيلا لك إذن مشاهدين بهذا القدر نصل إلى ختام حلقة أو كما يقول منتج حلقة ليلة من برنامج زوال الحدث هناك أيضا ضيف آخر لم نضفه هو يوسف باحاج عضو رابطة طلاب اليمنين في روسيا سينضم إلينا قبل أن نختم ومرحبا بك يوسف مساء النور لك أخي شاهدي والأستاذ المشاهدين على عجلال في البداية نشكر قناة بلقي صوت اليمنيين على اهتمامها بقضايا الطلاب اليمنيين في الخارج فقط نوضح الإشكالية بشكل عام في الحقيقة ما تمهوحها في الأيام السادقة من صرف مستحقات الطلاب في الحقيقة ما تمهوحها الجزئي لمشاكل الطلاب في بعض الدول لا أكثر اللجنة الحكومية المكلفة بقرار من الرئيس الجمهورية لم تحل حتى هذه اللحظة سوى مشكلة طلاب التعليم العالي جزئيا في كل من خمس دول فقط رغم الوعودة المتكررة وكان الحل المجتزأ من الوزارة واللجنة هو صرف مستحقات طلاب التعليم العالي في الدول الأربع وتجاهل جهات الإفادة الأخرى سواء طلاب الجامعات أو الصحة والتعليم الفني وعدم والدفاع والداخلية أيضا هناك نقطة عدم إيجاد حلول فعلية لطلاب التبادل الثقافي وطلاب الاستمراريات مما لديهم قرارات إيفاد سواء من الوزارة أو من الجامعات أيضا هناك مشكلة رئيسية في الصرف في الوزارة أيضا وفي السفارات التعامل البطيء من سفارات الدول التي وصلتها المبالغ مثل سفارة موسكو قبل ثلاثة أسابيع وسفارة القاهرة فلم يصرف الربع للطلاب أو للبعض في موسكو تم الصرف لبعض الطلاب والبعض بعد إجازة رأس السنة ابتداء من غدا سيتم الصرف لكن يوسف يوسف هنا فقط على الحكومة عفوا ولو قاطعتك يوسف الحكومة تحدثت أنها رسلت المستحقات المالية الخاصة بالطلاب لجميع السفارات بينما الأنبات التي تصل أن هناك عدد ما يقارب أربع سفارات التي وصلتها المبالغ المالية منها ما صرف ومنها لا نعلم ولكن ما المعلومة التي لديكم هل فعلا المستحقات التي تحدثت عنها الحكومة أنها وصلت بشكل كامل للطلاب المشكلة أنها لم تصل هذه المبالغ أم أنه في آلية الصرف لم تصرف حتى اللحظة أنا أعتقد نجد نظري أن المشكلة لا أحد يدري ما هي المشكلة أساسا لكن المشكلة في آلية الصرف المبالغ تم تحويلها منذ أسبوعين المشكلة التي كانت في سفارة الجمهورية اليمنية في موسكو كما شاتم على التلفاز وعلى قناة بلقيس أنه كان السفير يقول أنه تم إرسال المستحقات إلى حساب السفارة وهو يجب إرسالها إلى حساب الملحقية الثقافية لكي يتسنى أثر أيضا هناك الآن لدينا مشكلة لطلابنا وزملائنا في الصين أربع طلاب مهددون بالفصل بعد يومين وذلك لعجزهم عن سداد الرسوم الدراسية التي تتكفل الدولة بسدادها أيضا طلابنا في المغرب منذ الثلاثاء الماضي قاموا اعتصام مستوش في سفارتنا في الرباط وطلابنا في السودان باكستان في المجر وفي أمريكا وهو الصين الطالب اليمني عزيزي يعيش كارثة لكن يوسف فيما يتعلق بالطالب في روسيا روسيا تحديدا هل تم استلام المستحقات من قبل جميع الطلاب أم أن هناك فقط عدد محدد الذين سلموا نعم تم استلام البعض وتم استلام بعض الطلاب البعض الآخر لماذا لم يستلم حتى الآن نعم الطلاب الذين لم يستلموا إلى الآن كانت الحجة أنها إجازة رأس السنة عشرة أيام ومن ثم سيتم الصرف والبعض أنزلت أسماؤهم بحجة انتهاء فترتهم القانونية التي هي خمس سنين ابتعاد وتم إعطاؤهم الربع الرابع الأخير وإسقاط الربع السالب الطالب اليمني يعيش كارثة ووالله بكل المقام وهذا إجراء طبيعي من سلموهم الجزء الرابع يوسف من سلموهم الجزء الرابع وبحكم أنهم أكملوا السنين الابتعاد يعني هذا إجراء طبيعي هذا إجراء لا نستطيع أن نقول أنه إجراء طبيعي لكن لدينا الكثير من الطلاب لديهم قرارات إيفاد تبدو الفقافي من سنة 2016 من بداية العام لم يستلموا أي شيء حتى هذه اللحظة ما هي الأسبب الموضحة حول ذلك؟ لا يوجد أي سبب من السفارة السفارة تقول أنه لم يتم التعزيز وهكذا والسفارة تحمل المشكلة على الوزارة والوزارة تحمل المشكلة على السفارة أصبح الطالب دون السكن دون مأوى دون أبسط مقومات الحياة هنا درجة الحرارة 30 تحت الصفر نحن في روسيا نعمل تضامننا الكامل مع زملاءنا المعتصمين في المغرب والمجر والصين اللجنة التنسيقية للطلاب اليمنيين في الخارج قامت بعدة خطوات أهمها بدء اعتصام مفتوح في المغرب والسئناف اعتصام السودان واعتصام ينظمه اتحاد الطلاب في باكستان وبدء اعتصام مفتوح ينظمه الطلاب في المجر بعد هذا سيتم إجراءة خطوات تصعيدية بحسب بيان السفارة قد تصل إلى إقفال وتعطيل السفارة اليمنية حتى تقوم بواجبها كاملا تجاه الطلاب الطلاب تركوا يا عزيزي تحصيلهم العلمي ودروسهم وذهبوا للمطالبة بحقوقهم مع الأسف الشديد اللي مناشدة من هنا من ممبر قناة بلقي صوت اليمنيين مناشد رئيس الجمهوري عبد الربو منصور هادي رئيس الوزراء عحمد عبيد من دغر وزير الخارجية وزير المخلافي وزير الخارجية وزير التعليم العالي با سلامة بسرعة إيجاد الحلول لمشاكل الطلاب وفرف المستحقات الدراسية كاملا والله يكفى عبثا بمستقبل الطالب الطالب اليمني في الخارج لا يريد سوى مستحقته ولا شيء غيرها كما ندعو وزير الخارجية المخلافي وزير التعليم العالي با سلامة للنزول إلى السفارات في روسيا في مصر في المجر والاطلاع على وضع الطلاب هناك اللجان والقرارات يا عزيزي وحدها لا تكفي نريد تطبيق على أرض الواقع نعم إذن نتمنى أن تصل رسالتك إليهم سيد يوسف أشكرك جزيلا كنت معنا عبر الهاتف من روسيا يوسف باحاج عضو رابطة الطلاب اليمنيين شكرا جزيلا لك إذن مشاهدين بهذا القدر نصل إلى ختاب حلقة الليلة من برنامج زوايا الحدث أشكر ضيوفي كان معي عبر الهاتف السيد هلال الجمرة طالب ماجسير في المغرب وأيضا معاد الصوفي كان معي عبر الهاتف من باكستان والشكر أيضا ليوسف باحاج عضو رابطة طلاب اليمنيين كان معنا عبر الهاتف من روسيا وختاما مشاهدين تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة زميل ماهر أبو المجد وهي أيضا من جميع أفراد طقام العمل حتى الملتقى في أمان الله اشتركوا في القناة